اسمعوا ماذا يقول أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الشهير كتاب الأغاني يقول عن دعبل في ترجمته له هجاء خبيث اللسان هجاء يكثر الهجاب هجاء خبيث اللسان لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم يحسن ولا أفلت منه كبير أحد كبير قوم كبير طائفة لم يفلت منه وكان من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي عليه السلام ولم يزل مرهوب اللسان يرتعب من لسانه وكان من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي عليه السلام ولم يزل مرهوب اللسان ومن الطبيعي ومن الطبيعي أن يتعرض دعبل بسبب إصراره على النيل من كبراء أهل الخلاف ومن الملوك والسلاطين ومن أشبه من الطبيعي أن يتعرض إلى الملاحقات والمطاردات لكن هذا الرجل العظيم لم يكن يهتم ولا يكترث لذلك كان يواصل النيل من أعداء الله ليله ونهاره غاية ما هناك أنه كان يضطر للفرار من بلدة إلى أخرى حفظا لنفسه ليس إلا مع أنه كان يعلم أن مآله القتل لا مخالة وهذا ما حصل فالرجل قد قتل بالنتيجة وهو كان يعلم منذ بداية سيره في هذا الطريق طريق النيل من أعداء آل محمد عليه السلام كان يعلم أن مآله القتل لا مخالة ولذا كان يعبر عن استعداده للقتل بل كان يعبر عن بحثه عن من يصلبه على الخشبة التي يحملها على كتفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر